بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخفر اللهم لأبي وأمي أموات المسلمين أجمعين الأيام ديت السبانخ ما شاء الله زي الفل حلوة قوي هنفرزها مع بعض النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وهقولك على طريقة تانية وليه أنا بطلتها بس ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة بعد من نضف السبانخ من أي ورقة صفرة أو غير مرغوب فيها ورقة مقرمة وكده بنخرطها كويس ولازم تخرطيها قبل ما تخسليها أنا جربت تخسلها زي ما هي ومو بتبديش النتيجة دات وانت بتقطعيها بتلاقي جواها فينا بنخسلها مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة كده طول ما انت لست فيه بترقى الطراب من تحت لازم تفضل تهدي وتزيد تخسلها والأفضل كمان ان انت اخر مرتين تحطي ملح وخل عشان أي ميكروف فيها يروح عارفين الزروع بيبقى كلها دلوقتي مرشوشة بعد كده بحطها في مصفة واسيبها لما تنزل ميتها خالص قبل ما نشرها على فوطة او قطعة قماش نظيفة لازم الخطوة دي يا جماعة طيب بعد كده انا هعبيها في اكياس ايه الخطوة اللي ممكن اعملها واحط معاها قبل ما عبيها الكزبرة فيه ناس بقى بتفرزها بطريقة تانية ده شكل السبانغ بتاعتنا الناس بتشوحها في معلقة سمنة او زيت وتعبيها في الاكياس بالمية بتاعتها انا جربت الطريقة ديت ولقيتها مش لطيفة خالص وساعات بتصرد مية كمان في الفريزر وطعمها ما بيبقاش حلو دي شكلها وانا بطبخها بطلحها وهي مجمدة بحط عليها الصلصة بتاعتها دي صلصة باللحمة ممكن تحط صلصة سادة براحتك وحط الرز والطوم والكزبرة الناشفة وطي عليها النار على الاخر لقيها بلغات ما تستوي كده وتشرب ميتها بيبقى طعمها زي العسل جربوها وان شاء الله تعجبكم وده شكلها بعد ما تخلط سلام عليكم